بسم الله النهاردة هنبدأ في شرح الواحدة العشرة واللي بتتكلم عن المغناطس ايه طيب احنا كنا تكلمنا قبل كده عن الطيار الكهرابي وقلنا ان لما بتقرب مثلا صاق كده مشحونة من جسم متعادل بيحصل ايه بتحصل ان الشحنات بتبدأ الشحنات المختلفة بتتجاذب والمتشابهة تتنافر فبلاقي ان الشحنات المختلفة تبدأ تنجاذب هنا كده والمتشابهة تتنافر وكنا بنقول ان بينشأ ما بينهم زي قوة جاذب زي المغناطيس فهنا بقى الواحدة دي هنتكلم عن المغناطيسات نفسها فتعالوا نفهم كده ايه خواص المغناطيس ايه مغناطيس بيبقى ليه قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي يعني زي ما كنا بنقول ان الشحنات في منها مجب وسالب فكل المغناطيسات بيبقى ليها قطب شمالي وقطب جنوبي طيب هنت على جنب كده ان البصلة اللي احنا بنستخدمها بتدلنا على الاتجاهات ديت عبارة عن مغناطيس صغير حر الدوران وزي ما اتكلمنا في الشحنات هنا برضو في الاقطاب الاقطاب المتشابهة تتنافر والاقطاب المختلفة تتجاذب يعني لو جبت مغناطيسين كده القطب الشمالي بنرمزل بالرمز ان نسبة لكلمة نورث والقطب الجنوبي بنرمزل بالرمز اس نسبة لكلمة سوف طيب فلما بجيب ان قدام ان ايه اللي هيحصل هلاقيهم هيتنفره جبت الاس مع الان هلاقيهم هيتجاذب طيب الخاصية التالتة ان لا توجد مغانط احدية القطب يعني لو انت احنا لما كنا بنجيب الجسم المشحون ده مع جسم متعادل او لما كنا بنجيب كورتين فكان بتبقى الشحنات المتشابهة بتتنافر في كرة البعيدة والمختلفة بتبقى في الكرة القريبة ولو فصلنا الكورتين دول فكل كرة بتنفصل بالشحنات بتاعتها فهل لو انا جبت مغناطيس واسمته من النص هنا كده هل هينتج لي مغناطيسين واحد شمالي وواحد جنوبي فقط فبنقول لا الاقطاب الاحدية دي لا تتواجد يعني مهما اسمت المغناطيس هيطلعلك في الاخر برضو لكطبين ولو اسمت ده هيطلعلك برضو كل واحد لكطبين فمهما اسمت المغناطيس او كسرته فله قطبان دائما طيب لو انت حطيت مغناطيس في الاتجاه الحر لو علقته التعليق حر طيب ده معناه ايه ان لما بعلق مغناطيس تعليق حر بيتجه ناحية الشمال والجنوب الجغرافي طيب عندنا حتى كده عشان ما نتلعبتش فيها ده كده لو انا جايب مغناطيس وده خيط حر الحركة وعلقت فيه المغناطيس ده القطب الشمالي ده القطب الجنوبي لو مهما قعدت تحرك المغناطيس يمين وشمال وفوق وتحت هيثبت في الاخر على وضع ان القطب الشمالي ده بيشير ناحية الشمال والقطب الجنوبي ناحية الجنوب يعني لو تخيلنا ان الارض عاملة كده وده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي فالمغناطيس هيشير الشمالي ناحية الشمال والجنوب ناحية الجنوب طب احنا اتفقنا ان المغناطيسات الاقطاب المختلفة بتتجهزة والمتشابعة تتنافر فافهم من كده ده الشمال الجغرافي وده الجنوب الجغرافي فافهم من كده ايه؟ لما المغناطيس يتحط في اي وضع هلا ايه بيتجه للاتجاه ده؟ فافهم من كده ان الارض عبارة عن مغناطيس كبير؟ قطب الشمالي فين وقطب الجنوبي فين؟ لما القطب الشمالي بتاع البصلة دايما بيشير في الاتجاه ده فمعنى كده ان هو بينجزب ليه القطب الجنوبي المغناطيسي للارض والقطب الجنوبي بتاع البصلة اكيد هينجزب للقطب الشمالي المغناطيسي للارض فنفهم من كده ان القطب الشمال الجغرافي للارض هو القطب الجنوب المغناطيسي للارض والجنوب الجغرافي للارض هو القطب الشمالي المغناطيسي للارض يعني لو عندنا الارض هاي فده الشمال الجغرافي ده الجنوب الجغرافي ونتخيل كده ان الارض عبارة عن مغناطيس كبير فين القطبين بتوعها القطب الجنوبى ه funciona لان لما بتحط بسلة بتلاقي ان القطب الشمالى بيشير في الاتجاه ده فمعنى كده ان هو منجزب للجنوب الجغرافي والجنوبي بتاع البوصلة بينجزب الاتجاه ده فمعنى كده ان هو بيتجه ناحية الشمال المغناطيسي للأرض فده اللي بيفسر للأرض عبارة عن معناطيس كبير فالقطب الشمالي لإبرة البوصلة بيشير نحو الشمال الجغرافي اللي هو المغناطيس الجنوبي والجنوبي للبوصلة بيشير للجنوب الجغرافي اللي هو الشمال المغناطيسي للأرض طيب لو انت جربت تجيب معناطيس وتجيب مصمار فهتلاقي ان المصمار بينجذب للمعناطيس وجبت مصمار تاني فبقى عندك المعناطيس جاذب المصمار وبتقربه من مصمار تاني هل المصمار هينجذب المصمار لو جربتها هتلاقيه بينجذب ولو جبت مصمار تالت هتلاقي المصمار ده كمان هيجذب المصمار ده طب ازاي؟ وانا لو جبت المصمارين دول في الحالة العادية هل واحد فيهم هيجذب التاني؟ فبنقول لا طب يبقى ايه اللي حصل؟ معنى كده ان المصمار حصل له مغنطة مؤقتة يعني بقى مغناطيس مؤقت اكتسب الخواص المغناطيسية لقليل من الوقت طيب فايه هي المغانطة المؤقتة اللي هي زي المصمار دي؟ هي مواد فلزية عالية النفازية المغناطيسية يعني ايه الكلمة دي؟ عالية النفازية المغناطيسية يعني عندها القابلية للمغناطة طب هي كل مواد الفلزية عندها قابلية للمغناطة فبنقول لا بنقول الحديد والنيكل والكوبالت بس هم المواد الليها قابلية للمغناطة يعني لما تحطها جنب مغناطيس هتنجذب له وتشتغل هي كمان كمغناطيس فهي المواد الفلزية علاية النفاذية المغناطيسية التي يمكن أن تصبح مغناطيس مؤقت بتقريب أو ملامسة المغناطيس لها طيب إيه اللي بيحصل عشان المصمر ده يكتسب الخواص المغناطيسية دي بنقول لما أنت بتقرب المصمر من المغناطيس المصمر ده بيحصل له قطبية يعني إيه يعني بيبقى ليه قطبين زي المغناطيس بالزبط وهنعرف تفسيرها كمان شوية طيب على أساس إيه بيبقى ليه قطبين القطب القريب من المغناطيس بياخد قطب مخالف لقطب المغناطيس يعني المصمر ده في الحالة العادية ما كانش مستقطب لما بتقربوا المغناطيس بيبقى ليه قطبين على أساس إيه لو ما قرب له الان بتاع المغناطيس فالقريب منه هيبقى مخالف ليه وده هيبقى مشابه ليه فبيحصل الأقطاب المختلفة تتجاذب فبنقول عند تقريب المغناطيس أو ملامسة المادة الفلزية بتصبح مستقطبة يعني بيكون لها قطب شمالي و قطب جانئوبي على أساس إيه؟ الطرف القريب من المغناطيس بيكتسب قطب مخالف فينجزب والطرف البعيد مشابه فيتنافر طيب فمعنى كده أننا لو قربت الـ N هيبقى ده S وده N ولو قربت الـ S ده هيبقى N وده هيبقى S فمعنى كده أن قطبية المغناطيس المؤكد ده بتعتمد على المغناطيس المؤثر طيب لما تبعد المغناطيس عن المصمار ده هل المصمار هيفضل شغال كمغناطيس؟ يعني لو قربت المصمار التاني ده هيشده فبنقول لا هيكتسب الخاصية المغناطيسية دي لبعض من الوقت وبعد كده هيفقدها فبنقول لما بنبعد المغناطيس الأصل عن المادة الفلزية هتفقد جزء من معناطيسيتها تدريجية طيب هتلاقي فيه مواد لما تشيل المغناطيس عنها هتفضل شد المصمار ده وليكن لسانيتين مواد تانية هتعد خمس ثواني وتفقدها طيب المادة اللي بتحتفظ بيها بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على البناء المجهري للمادة كل مادة في البناء المجهري بتاعها إزاي الروابط مسكة في بعض فده بيديها خواص مختلفة عن المادة التانية بدون الخوط في تفاصيل طيب فبتتمغنط المواد الفلزية من خلال الملامسة أو الحل طيب تعالوا نعرف بالزبط إيه اللي بيحصل عشان المصمار ده في العادي ما يبقاش عنده الخواص المغناطيسية ولما بقرب منه مغناطيس بيصبح ليه خواص مغناطيسية فما الذي يعطي المغناطيس الدائم أو المؤقت خواصه المغناطيسية فاللي بيفسر السؤال ده وبيجيب عنه نظرية اسمها النطاقات المغناطيسية بتقول إيه النظرية دي؟ بتقول إن انت لو جبت كتعة كده من المصمار ده حطيتها تحت المايكروسكوب هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن هي عبارة عن جواها جزيئات كتير الزرات بتاعتها دي أو الإلكترونات كل واحدة فيها شغالة كأنها مغناطيس صغير جدا طب تقولي يعني مادة فيها كل المغناطيسات دي ليه؟ مش بتأثر بقى على أي حاجة حواليها وتجذبها فبنقول إن اتجاهات كل واحد ليه مجال مغناطيسي صغير جدا والتجاهات النطاقات المغناطيسية دي عشوائية يعني إيه؟ يعني هلاقي اللي بيأثر بمجال مغناطيسي هنا في واحد قدامه عكسه بيلاش المجال المغناطيسي بتاعه وهكذا طيب إيه اللي بيحصل؟ لو أنا عايزة أخلي المادة ديهت ليه خواص مغناطيسية هجيب مغناطيس وحطه قريب منها أولام سليها إيه اللي هيحصل؟ المغناطيس ده هنعرف بعد كده إن هو ليه مجال مغناطيسي بيتجه من الشمال للجنوب طيب إيه برضو اللي هيحصل يعني؟ الظرات أو الإلكترونيات اللي كانت في المادة ديهت مترصصة بطريقة عشوائية هتبدأ تتأثر بيه المجال المغناطيسي بتاع المغناطيس وتبدأ كلها تترص في اتجاه موازي واتجاه واحد فلما كل دول يوحدوا الاتجاه وقوة المغناطيسية بتاعتهم في اتجاه واحد إيه اللي هيحصل؟ هيبقى ليه قوة وخواص مغناطيسية كبيرة عشان كده أول لما بنشيل المغناطيس ده وبالتالي بيتشال التأثير بتاع المجال بتاعه فترجع النطاقات المغناطيسية ديهت لعشوائيتها وبيفقد المغناطيس معناطيسيته المؤقتة فبنقول كل إلكترون في الظرة ليه مجال مغناطيسي يعني بيشتغل كأنه مغناطيس صغير بتترتب المجالات ديهت في الظرات المتجاورة في الاتجاه نفسه مكونة منطقة مغناطيسية ولكن حجمها صغير فالعينة الصغيرة من مادة كالحديد بتحتوي على عدد هائل من المناطق المغناطيسية ولكن ليه مش ليها خواص مغناطيسية لأن اتجاهتها بتكون عشوائية فبتلغي مجالاتها بعضها البعض طيب لما بتحط عينة الحديد في مجال مغناطيسي خاريه بتترتب المناطق المغناطيسية لتصبح في نفس الاتجاه وبالتالي بتصبح ومغناطة فحالة المغناطيس المؤكد بتعود المناطق لعشويتها بعد ما بنزيل المغناطيس الخارجي طب لو انا عايز اخلي المصمار ده مغناطيس دائم هعمل ايه هسخل المصمار ده جدا بحيث ان الزرات بتاعته تبقى سهل ان هي تتحرك معايا واقوم مقرب مغناطيس فكلها تتأثر بالمجال المغناطيسي بتاع المغناطيس ده وهتترتب في نفس الاتجاه طيب اعمل ايه عشان اخليها محافظة على الترتيب ده حتى بعد ما بنزيل المغناطيس بافضل سايب المغناطيس واقوم حاطت عليها مواد معينة بحيث ان هي تبقى زي سبيكة وبرد الحديد ده خالص فإن لا يحصل الجزيئات دي معايا هيبقى عندها طاقة ان هي تتحرك فلما شيل المغناطيس ده هتفضل محتفظة بترتبها ده وهيبقى مغناطيس دائم فدي ازاي تعمل مغناطيس دائم بنخلط الحديد مع مواد اخرى لانتاج سبايك تحافظ على ترتيب المغناطيس اللي احنا عملناه هنا لو عكسناه هيضعف الخواص المغناطيسي يعني لو انت سخنت الحديد ده تاني فهتدي طاقة للجزيئات دي ان هي تتحرك بعشوائية تاني وتلغي الخواص بتاعتها او لما تطرق عليه او تخبط عليه برضو ده بيضعف من خواصه المغناطيسي طيب التاريخ المغناطيسي للارض يعني احنا ليه عرفنا او منين عرفنا ان الاتجاه الشمال المغناطيسي واتجاه الجنوب المغناطيسي للارض او ان هي اصلا عبارة عن المغناطيس فكانوا بيستخدموا السخور في قاعة البحر عشان يدرسوا التغير اتجاه المجال بتاعها طيب سريعا كده قاعة الارض بيبقى سخنة جدا فكل شوية فيش هكوك في البحر بيطلع منها سخور منصاهرة بعد كده بتبرد فبتكون لي سخور السخور دي عبارة عن حديد او فيها جزء كبير من الحديد وبالتالي الزرات بتاعتها هقدر اعرف منها هي متأثرة بمجال مغناطيسي اتجاهوا فين فكانوا يشوفوا الصخور اللي موجودة في عصر معين يلاقوها كل الذرات بتاعتها في نفس الاتجاه كده فمعنى كده ان هي كانت متأثرة بالمجال مغناطيسي بتاع الارض فقالوا ان المجال مغناطيسي بتاع الارض في الاتجاه ده ولكن الغريب ان هم على مر العصور لقوا ان الصخور اللي بتطلع اتجاه الذرات فيها بيختلف مرة يلاقوه كده مرة يلاقوه كده مرة يلاقوه كده مرة يلاقوه كده المجال المغناطيسي للأرض اتغير عبر العصور لم يتم التوصل للسبب حتى الآن كما اتكلمنا عن المجال الكهرابي وشفنا ان الشحنة المجابة مجالها بيبقى الخارج فاي شحنة بتدخل في المجال ده بتتأثر بالمجال الكهرابي ده فهنا نفس الكلام اي مغناطيس بيبقى حواليه زي منطقة كده هي منطقة نفوذه اللي لو اي جسم دخل فيها بيتأثر بالقوة بتاعت المغناطيس وبالتالي بنسميها المجال المغناطيسي ايه هو المجال المغناطيسي؟ هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس او حول سلك او ملف يتدفق فيه طيار هنعرف كمان شوية ان الاتنين دول بيشتغلوا كأنهم مغناطيس حيث توجد فيها اثار القوة المغناطيسية طيب فزي ما اتكلمنا قبل كده عن المجال الكهرابي فالمجال المغناطيسي كمان غير مرئي يعني مالوش وجود في الحقيقة يعني جبته تحت مايكروسكوب عملت اي حاجة مش هتشوف خطوط المجال اللي احنا هنحكي عليها دي طيب فازاي هنمثله بحيث ان احنا نتخيله وندرسه فبنمثله بطريقتين زي ما كنا مثلنا خطوط المجال الكهرابي هنمثلها برضو المجال المغناطيس هنمثله بخطوط او بتجربة عشان نشوفها عمليا اسمها برادة الحديد عشان نساعدنا على التصور وان احنا نقيس شدة المجال المغناطيسي طيب تعالوا نعرف ايه هي خواص المجال خطوط المجال اول حاجة هي خطوط وهمية تاني حاجة بتتركز وتتكاثف عند قطبي المغناطيس يعني ايه يعني لو عندي مغناطيس كده قلنا ليه قطبين اوه فخطوط المجال هلقيها كثيفة هنا وهنا عن هنا فبتتركز وتتكاثف عند قطبي المغناطيس اي ان التدفق المغناطيسي يكون اكبر ما يمكن عند القطبين يعني ايه كلمة تدفق المغناطيس اللي انت قلتها دي يعني هو عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي بتخترك السطح مش فاهم طب هي عدد الخطوط المجال المغناطيسي اللي هتتمر عبر سطح عمودي على الخطوط مش فاهم برضو يعني لو جبت ورقة كده عند القطب ده فعدد الخطوط اللي بتخترك الورقة دي هو ده التدفق المغناطيسي طب لو جبت نفس الورقة هنا فعدد الخطوط اللي بتخترك الورقة دي عمودي عليها كده اقل فعشان كده بنقول ان التدفق المغناطيسي عند الاقطاب بيكون اكبر ما يمكن فهو ده تعريف التدفق المغناطيسي وده جاي في الهيكل طيب فبنقول ان التدفق عبر واحدة المساحات يتناسب ترضيا مع شدة المجال يعني ايه فاكرين في المجال الكهرابي لما كنا بنقول دي شحنة وده شحنة مين فيهم ليه شدة مجال اكبر فكنا بنقول ان عدد خطوط المجال بتتناسب مع شدة المجال هنا نفس الكلام التدفق المغناطيسي بيتناسب مع شدة المجال فكلما التدفق المغناطيسي زاد يعني عدد الخطوط متكاثف او متقارب اكتر فكلما كان شدة المجال الكهرابي هنا اكبر طب اتجاه الخطوط المجال دي متجه منين لفين في الخارج وده اللي هنستخدمه دايما خطوط المجال بتتجه من القطب الشمالي وبتدخل في القطب الجنوبي يبقى خليكوا فاكرين خطوط المجال بتخرج من الشمالي وتدخل في الجنوبي يبقى القطب اللي بتخرج منه خطوط المجال ده بيبقى قطب شمالي والقطب اللي بتدخل فيه خطوط المجال ده بيبقى قطب جنوبي طيب ده خارج المغناطيس داخل المغناطيس بيكمل الحلقة دية عشان تبقى حلقة مغلقة فهيمشى منين لفين يعني هو دلوقتي اتجه من الشمالي للجنوبي خارج المغناطيس جوه المغناطيس هيمشى ازاي هيمشى من الشمالي من الجنوبي سوري للشمالي عشان يقفل دائرة كاملة فداخل المغناطيس بتبدأ من الجنوبي للشمالي لتشكل حلقات مغلقة طيب يعني إيه ان تجاه المجال المغناطيسي؟ هو الاتجاه اللي بيشير له كطب الشمالي لإبرة البصلةado لинг بيحص مع Journal يعني لو جبت بصلة فالاتجاه اللي هتشير لي إيه البصلة father هو دا اتجاه المجال عند النقاطة دي فعشان كده بنقول لو انت حطيت بصلة في حتة ولايت ان البصلة انحرفت في مكان معين فمعنى كده ان فيه مجال معصلة بيشير في الاتجاه ده فلما تجيب بصلة هنا هتلاقيها بتشير كده فمن ده استنتجنا ان خطوط المجال المغناطيسي عند الشمالي بتبقى طلعة ولما جيب بصلة عند القطب الجنوبي بلاقيها بتشير للقطب الجنوبي يعني دخلة في واخر خاصية ان لا تتقطع ابدا خطوط المجال المغناطيسي لان كل خط اتجاه واحد يعني تخيل لو في خطين متقطعين هنا واحنا قلنا ان انت لو حطيت بصلة هتشير في اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة دي فلو في خطين متقطعين هل ممكن البصلة تشير في اتجاهين في نفس الوقت فالسبب ده خطوط المجال المغناطيسي لا تتقطع لان الكل واحد فيها اتجاه واحد بس طب ازاي بنمثلها باستخدام تجربة برادة الحديد ان انت لو جبت ورقة كده ونثرت عليها برادة حديد زي دي وقمت ضربت الورقة ضربة كده عشان برادة الحديد تتأثر بالمغناطيس هتلاقيها بتترتب على شكل خطوط المجال المغناطيسي دي فدي تجربة باتمثل خطوط المجال المغناطيسي بطريقة عملية كل قطعة برادة الحديد بتتحول لمغناطيس مؤقت بالحث فكل واحدة هتنجذب وكل لما بنبعد كل لما الانجذب بيقل فعشان كده ترتب على هيئة خطوط المجال المغناطيسي طيب فلو حطينا مغناطيسين اكتبهم المتشابهة قدام بعض ايه اللي هيحصل هيحصل تنافر فاتفانى ان خطوط المجال لا تتقاطع فهيطلع من الشمال للجنوب وعند النقطة دي مش هيبقى فيه خطوط مجالي يعني لو انت جبت مصمار هنا مع انه مبين مغناطيسي ولكن هتلاقيه مش هيتأثر باي قوة مغناطيسية وكذلك هنا لما جيب الاقطاب المختلفة قدام بعض هيحصل تجاذب يعني خطوط المجال المغناطيسي هتروح من الشمال بتاع ده للجنوب بتاع ده وفيه جزء هيروح للجنوب بتاعه وهكذا فافتكر دايما ان الخطوط طلع من الشمالي ودخلة في الجنوبي طيب القوة المؤثرة في الاجسام الموضوع في مجالات مغناطيسية يعني مش هحنا كنا قولنا قبل كده لو انت عندك شحنة مجابة ودخلت عليها شحنة مجابة في المجال بتاعها فكنا اتفقنا ان عند وضع شحنة مجابة داخل المجال بتتأثر بقوة في نفس اتجاه المجال فده اتجاه المجال فكان شحنة مجابة مجابة في نفس اتجاه المجال ولو كانت شحنة دي سالبة سوري اه دي سالبة فالمجال بتاعها بيبقى للداخل فكان المجاب ده هيتأثر بقوة في نفس اتجاه المجال هنا نفس الكلام بالزبط انت لو جبت مغناطيسين مغناطيس اعمل كده ومغناطيس اعمل كده فاحنا بنتكلم ان انت لو دخلت قطب شمالي داخل مجال مغناطيسي المغناطيس تاني هيتأثر بقوة في انه اتجاه فدلوقت اتفقنا ان اتجاه المجال المغناطيسي ده بيبقى للخارج والمجال المغناطيسي بنرموز لبالرمز به فهيتأثر بقوة لفين قوة تنافر يعني الخارج فهنلاقيه بيتأثر بقوة في نفس اتجاه المجال المغناطيسي طب لو حطيت القطب الشمالي ده في مجال لقطب معناطيسي جنوبي فهنلاقي ان خطوط المجال رايحة كده وهو يتأثر بقوة تجازب يعني هتبقى القوة في نفس اتجاه المجال المغناطيسي فعشان كده بنقول أن القوة المؤثر على كتب شمالي المغناطيس موضوع في مجال معناطيسي بتبقى في نفس اتجاه خطوط المجال ال F في نفس اتجاه ال B والعكس صحيح لو انت قربت كتب جنوبي في مجال معناطيسي لمغناطيس فلو حطيت كتب الجنوبي في مجال معناطيسي المغناطيس كتبه الشمالي هو القريب فالكتب الشمالي بيبقى مطلع خطوط مجال معناطيس كده وبالتالي هتتوقع ان الكتب الجنوبي هيتأثر بقوة في عكس اتجاه خطوط المجال يعني السؤال ييجي ازاي يقولك لو حطينا كتب جنوبي المعناطيس ولقيناه تأثر بقوة في اتجاه اليمين فتتوقع ان هو محطوط في مجال معناطيس اتجاهه فين فتبقى عارف ان الكتب الجنوبي لما بيتحط في مجال بيتأثر بقوة في عكس اتجاه خطوط المجال فالقوة اليمين فافهمك ان هو محطوط في مجال بيشير ناحية اليسار طيب وتأثيره على المغنط المؤقتة بيحصل ازاي زي ما قلنا ان انت لما بتقرب مصمار من مغناطيس فالمصمار بيتمغنط تعالوا نعرف هنا بقى التفسير العلمي بتاعه خطوط المجال بتبقى طلعة من الكتب الشمالي ده فبتبدأ تخش جوه المصمار وتطلع منه وتروح على الكتب الجنوبي بتاع المغناطيس تاني فتعالوا نبص كده على المصمار ده الكتب ده بعبارة عن ايه؟ عبارة عن طرف داخل فيه خطوط المجال واتفقنا الطرف اللي بيدخل فيه خطوط المجال بيبقى كطب جنوبي والطرف ده بقى اصبح طرف طالع منه خطوط مجال معناطيسي فبقى اصبح كطب شمالي فلما قلنا ان لما المصمار بيقرب من المغناطيس بيبقى ليه كطبية بيبقى ليه كطبين فعرفنا كطبين جوم من اين؟ فتأثيره على مادة عالية النفذية ان بتخرج خطوط المجال من القطب الشمالي المغناطيس وبتدخل طرف الجسم الاقرب فبتمر من خلال الجسم وتخرج من الطرف الاخر وتعود للقطب الجنوبي تاني فبيخلي طرف الجسم الاقرب لقطب الشمال هو القطب الجنوبي للجسم والطرف البعيد هو القطب الشمالي للجسم وهو ده اللي بيفسر المغناطة بالحث هنكتفي بالقدر ده النهاردة والمرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نشرح ايه علاقة الكهرباء بالمغناطيسي اتمنى كل يكون مفهوم واشوفكو على خير